بسم الله الرحمن الرحيم فكان قاب قوسين أو أدنان فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفواد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يعشى السدرة ما يعشى ما زاغ البصر وما طوى لقد رآه من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدام أعنده علم الغيب فهو يرام أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفام ألا تزوى جرة وزر أفام وأن ليس للإنسان إلا ما سعام وأن سعيه سوف نرام ثم يجزاه الجزاء الأوفام وأن إلى ربك المنتهام وأنه هو أضحك وأبكام وأنه هو أمات وأحلام وأنه خلق الزوجين الذكر والأنتام من نطفة إذا تبنان وأن عليهم نشأة الأخران وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعران وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقام وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطوام والمؤتفكة أهوام فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارام هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدون